اشتركوا في القناة 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 ما بتطلعش من الجيم بسهولة ممكن هو اللي طلعك من الجيم يعرف يعمل فولات امتا؟ الحاجات دي كلها مظهورة. والحكاية الشهيرة اللي بتاع التضيق الوقت تأحيان لما بتاع متقدم. والله بص انا فراقي انا كمان احنا احنا نفس المدرسة. اه. يعني الفرق المصرية برضو ما بتبقى محتاجة محتاجة. محتاجة. اه. من دول وقت اضافي يعني. احنا الفرق المصرية برضو ما بتبقى قريبة من الفوز بتاعف ما تفردش فيه. بتعرف تنتزع الانتصارات. فالموضوع كله عدم انجرار لاي حاجة برا الملعب. ببالك. وتركز تركيز في الملعب. والنقطة التانية لازم ايمان بنقطة برضو ان الكورة فيها الافضلية الفنية مش بتحسم لك الماتش بنسبة 100%. يعني فرق 7 من عشرة. بلعب فرق 6 من عشرة فهو جيم في الملعب. ببالك. حتى التمانية من عشرة. بلعب 6 من عشرة فهو جيم في الملعب. ببالك. فلازم بقى لعب على كل التفاصيل. تركيز في كل دقيقة من المباراة. وادراك نقطة برضو ان الماتش 180 دقيقة. بمعنى تاني. مهما كانت النتيجة في القاهرة في المغرب. مفيش رمي يعني دايما. في مشكلة دايما. اللي هو انت رايح مثلا. مثلا. نتيجة المثلة للاهلي هي الفوزة. مثلا 2-0. صح. 2-1 طالع. نفترض مثلا ان النتيجة في القاهرة 0-0. حاجة زي كده. ما تبقاش مستعجل. 1-0 افضل كتير من 0-0. صح. 2-1 احسن من 0-0. اي افضلية ليك بتديك. يعني الجنحات لو متأخر 1-0. فالواحد واحد افضل من انت تبقى متأخر. يعني تفضل تلعب دايما اي فريق. ملعب. ماتشان دايما عودة ان كل جل قيمة. اكمل. اكمل لك يعني. لو مغلوب 1-0 في القاهرة. ان شاء الله ده ما يحصلش يعني. لو مغلوب 1-0 في القاهرة. ان شاء الله ده ما يحصلش يعني. لو مغلوب 1-0 هي بعدك برضو فرصة تكسر. في فرص طبعا. الامر مش معدوم تماما. وفي تجارب كتير للانديال المصرية حققت نتائج هنا وبترجع ترجع. انا فكرة. اول تصريحاتنا النهاردة تصريح وتعليق. هتكون مع المدرب البلجيكي سبين بن جوك. المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي واللي قال. نهائي دوري ابطال افريقيا سيكون بمثابة انتقام بالنسبة للخصن. لكن كل ما هو مهم ان نبقى هادئين ومتحدين كمجموعة. اعتقد ان الخصائص الفردية هي التي ستحسم المواجهتين. قال لعبنا مباراة امام سانداونز انتهت بالتعادل لكننا تأهلنا بافضلية الاهداف خارج الارض. لهذا لا توجد اي مميزات في لعب اياب النهائي في ارضنا باستثناء الجمهور الذي سيكون ميزة كبيرة. قال كمان ان الفريق مر بفترات صعبة الموسم ده تغيير المدربين ولما تكون الرغبة موجودة وعندك الفرصة انك تفوز بدوري ابطال افريقيا يمكنك تحقيق اللقب. كمان اضاف لا اشعر بضغط جبير لانك حين تتواجد في فريق لديه العديد من الالقاب فمن المنطق ان تبحث عن الفوز بكل البطولات التي تنافس عليها. اختتم مدرب الوداد تصرحاته قال مدرب الوداد منذ اسابيع والفريق متفائل جدا بالفوز مرة اخرى بلقب دوري ابطال افريقيا والدوري والكاس. دي ابرز التصرحات الخاصة بالمدير الفني لفريق الوداد. واضح جدا انه عارف انه النادي الاهلي هيكون عايز يتقر في المباراة. والرجل عارف كويس جدا الطموح والاصرار اللي هيكون عارف النادي الاهلي مقدر قيمة الجماهير اللي هتكون مالية المدرجات. هتعمل ضغط كبير جدا على فريق الوداد ولكن هو عنده وجهة نظر انه مباراة الذهاب هي مش مباراة الحصن. مباراة الذهاب هي مش المباراة اللي هتقرر الامور هتمشي ازاي والمصار اللي جاي هيمشي ازاي في البطولة. راجل بيقولك احنا فزنا على فريق ساندونز بفرق الاهداف وعلشان كده اتأهلنا ولكن ده وارد وممكن وعمره ما بيكون قاعدة سابتة ولكن دايما لما بتقابل الخسم وعارف قيمته وبتقدره وده طبعا باين وواضح من تصريحات المدير الفني بيأكد على ان احنا هنشوف مباراة مثيرة وممتعة ومحترمة وفي نفس التوقيت هنستمتع ان كل قسم منهم هيكون عنده الدفعة وما فيش حد منهم هيكون ايه ضامن المباراة بنسبة 100%